اختتمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي الذي عقد في المملكة المتحدة ضمن الجهود المبدولة من جانبها لابرازي المملكة كوجهة سياحية بارزة على الصعيد العالمي ومقصد سياحي جاذب للزوار وستضافت الهيئة في هذا العام فنسيزو نيبالي راكب الدراجات الهوائية العالمي وعضو فريق بحرين ميردا في موسم الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي قام بالترويج لبطولة الرجل الحديدي التي ستقام في نهاية العام الحالي وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المعرض بالتماشي مع سراتيجيتها طويلة المدى لتطوير القطاع السياحي في المملكة وتعزيز جاذبيتها السياحية على المستويين الاقليمي والعالمي تحت شعار بلدنا بلدكم الذي يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هذا واكد الشيخ خالد بن حمود الخليفة أن معرض سوق السفر العالمي يعتبر المنصة الرائدة للسقداب ممثلين من قطاع السفر والسياحة عالميا تجربتي في اللعبة مع فريق البحرين تجربة جيدة جدا في أول عامين كان الفريق يحاقق نتائج مبهرة وتحديدا في السبقات القبرى في إيطاليا وأسبانيا وهي تجربة متميزة لأننا نظهر للعالم اسم البحرين وهو شيء مميز لكل اللعبين وأعضاء الفريق أحببت الثقافة والحضارة البحرينية وخاصة الشواطئ والبحر وكل المدينة من متاحف ومطاعم والطعام لذي جدا زرت البحرين أربع مرات وفي كل مرة هي تجربة جديدة بالنسبة لي أدعو كل السياح لزيارة البحرين لجمال الشواطئ والثقافة والمتاحف وهي مكان متميز للزيارة أدعوكم لزيارة البحرين فهي تجربة متميزة وفريدة